اليوم مشوارنا لوحدة من أهم وأرقى المناطق البيروتية على الإطلاق بس تفوت على هالمنطقة تلقائياً بينشرح صدرك وبتحس للحظة كأنك بأرض كبيرة وواسعة باختصار هيده منطقة راس النبع هالمنطقة كانت من زمان عبارة عن بساتين كبيرة وواسعة مزروعة كلها شجر ومش بس هيك كانت غنية كمان باليانبيع وكان فيها بعض البيوت الأرميدية الأديلة ولأن هالمنطقة كانت عالية عن باطن بيروت تسمت بمنطقة راس النبع بعد ما اكتشفت فيها يا نبيع كتيرة واسمها لليوم بعد ما تغير في روايات كتيرة عن هالمنطقة وقديش يا نبيعها كانت عزبة ومضيفة لدرجة أنه كان يقال أنه مي هالمنطقة كانت تشفي المرضى وكانت تعتبر منطقة راس النبع خزان أساسي مش بس لأهال المنطقة والجوار بل لسكان منطقة بيروت لهيك قررت الدولة العثمانية بالقرن التاسع عشر وأوائل قرن العشرين أنه تمد خطوط مياه داخلية لبعض المناطق القليبة من راس النبع ولباطن بيروت أيضا وبالفعل نمدت هالخطوط وصارت أغلب المناطق تشرب من راس النبع وبعدها لليوم هالمنطقة غنية بمياها وبأبارة مع الوقت تغيرت ملامح هالمنطقة وشوي شوي اختفت البساتين وصارت للينابيع عبارة عن مياه جوفيدي وانهدمت البيوت ومضل منها إلا القليل ليحفوا عن جمال وروعة هالمنطقة وطيبة أهلها يلي كانت تضم ناس من كل الطوائف والمذاهب والأديان وبالستبتنات اتبدلت شكل هالمنطقة وتغيرت وصار فيها بنايات وطوابق ومحلات وأرصفة وتزفتت الشوارع ورغم كل هالتغييرات بعده اسم هالمنطقة الوحيد يلي ما تغير وبعدهم بقولوا نحنا رايحين على راس النبع اشتركوا في القناة